وعلى الجانب الآخر من الأولويات ولتأكيد عودة الحياة تدريجيا لمعظم مدن صلاح الدين وضمن خطة الاستقرار التي تحتمدها إدارة المحافظة أقامت رابطة الفن العراقي بازارا في منطقة البوعجيل شارك فيها عدد كبير من أصحاب الحرف اليدوية والمواهب البازار الذي رعاه النائب هيثم الزهوان أحيى روح التفاعل لأهالي المنطقة لتطلع نحو ترتيب الأولويات تدريجيا والتي يتقدمها الخدمات ودعم الطاقات الشابة اليوم بهذا المكان في منطقة البوعجيل منطقتنا بين ناسنا وأهلنا حاضرين وياهم حتى نفتتح أول بازار في منطقة البوعجيل هذا البازار اليوم اللي شفناه حقيقة بتعاون الجميع شفنا الشباب مع الأخوة كبار السين مع بناتنا مع أمهاتنا في كل المجالات فهذه بادرة إن شاء الله صحيحة وصحية بمجتمعنا نأمل إن شاء الله أن يكون هذا العمل أول عمل يكون متميز وكذلك أن لا يكون آخر عمل فإن شاء الله مستمرين بالعطاء ومستمرين بدعم حكومتنا وأيضا أهلنا وناسنا متعاونين في كل المجالات فنطلب أيضا من الحكومة أن تكون متعاونة وكذلك الهيئات المختصة بها المواضيع بالبازارات والنشاطات الاجتماعية نتمنى من عده منظمات جميعا أن تدعم هذه النشاطات وهذه الأعمال المتميزة فألف شكر لكل القائمين على هذا العمل ألف شكر أيضا لكل المسؤولين اللي حضروا ويانا لإفتتاح هذا المهرجان وكذلك شكر جزيل لكل من ساهم بفعالية في هذا البازار الجميل وتحياتي للجميع شكرا جزيلا فضورنا ومشاركتنا اليوم في بازار البعاجيل المقام في هذه المنطقة طبعا هذا البازار هو البازار الأول لهذه المنطقة البازار كان مشترك للرجال والنساء طبعا احنا جدا فخورين وفرحانين بهذا البازار لأن قدرنا أنه نطلع من العادات والتقاليد والروتين اليومي وقدرنا نشوف مهارات هذه النساء واللي يقدموا إن كان معجنات أو خياطة أو هاندميند أو أمور أخرى حتى تراث هذه المنطقة احنا كقسم تمكين المرأة نشجع النساء حتى ننمي مهاراتهم ونشجعهم أنه يقدرون يسوقون كل الشغلات اللي يقدموها من خلال كانت بيجات أو عن طريق الانترنت وإن شاء الله في الأيام القادمة راح نقدر أنه نقدم لهم مشاريع بناء تحتية أخرى أو تمكين اقتصادي من خلال قسم تمكين المرأة وشكرا حضرنا هذا اليوم البازار الأول في منطقة البعاجيل طبعا التابعة لقضاة كريد حضرنا ولاحظنا حقيقة الاستجابة الكبيرة من قبل الأهالي في هذه المنطقة لهذه الأنشطة خصوصا من النساء وخصوصا منهم صاحبات الأعمال اليدوية حقيقة كانت أعمالها أعمالهم رغم ما كانت هي متسمة بالبساطة لكن اندفاعهم وتلبيتهم لهذه الدعوة حقيقة كبيرة يشير على أن هناك تعاون كبير في هذه المنطقة في تنظيم هكذا أنشطة مجتمعية ترص الصفوف وتوحد الكلمة وتقدم مشاريع وإن كانت هي بسيطة لكن لها أثر معنوي كبير في هذه المناطق البعاجيل يوم تعطي رسالة في أنها حية قادرة على صناعة الأفكار وصناعة الأعمال التي هي قريبة من المجتمع طبعا حضرنا اليوم لدعم هكذا أنشطة وبالتأكيد هذا الدعم هو بحضور هكذا أنشطة تدل على إبداع المواطنين وإبداع الحركة المجتمعية فيها طبعا لأول مرة في منطقتنا منطقة البعاجيل الحبيبة يصير هذا البازار وطبعا بدعم ومساندة من السيد النائب هيثم زهوان العجيلي ونشكر على هذه المبادرة شي حلو نشوفه في منطقتنا منطقة البعاجيل وبعشيرة البعاجيل هيش بازار يتضمن منه هواي أمور جايبينها الشباب والأمور الرسم والنحاتين وآلات قديمة لجدودنا وشغلات حلوة وفتشي حلو بهاي المنطقة نشوفه تشغلات بازار طبعا نشكر الضيوف اللي تونه من خارج المنطقة من المنطقة المجاورة وشفنا أمور كثيرة عدنا أمور خياطة ما خياطة مهارات جديدة وطاقات جديدة للشباب والشابات في المنطقة ونشكر على الشباب الذين دعموا هاي البازار ونشكر الحضور حياكم الله وألفها لبيكم مشاركتي بازار لأول مرة بالبعجي لأهننا وناسنا قدم منتجاتي أنا خبيرة عشاب حصل على شهادات لتصنيع المواد التجميل من ضمنها عشابي صانعتها كلها بيدايا آني تونر وزيت وحنة الحمد لله بداية حلوة موفقة إن شاء الله طبعا اليوم أنا قادم من جنوب الموصل أنا إبراهيم الشبالي شاعر وإعلامي شكرا لقناة صلاح الدين تقطيتها هذا الحدث المهم وهو أول بازار في منطقة البوعجيل دائما الشعوب والقرى والبلدال لا تعرف إلا بثقافتها وإبداعها اليوم سعيد جدا عندما أرى شباب البوعجيل فرحين بهذا البازار الجميل ندعوهم دائما إلى مثل هكذا مهرجانات يا وجعي ويا وجع القصيدة حينة المسالة نعمل